تعالوا نشوف أرقام الأهلي على مستوى إحصائيات البطولة كلها هتلاقي أنه الأهلي مش بس حاضر في كل الأفضل أو قوائم الأفضل على مستوى البطولة لكنه دايماً متصدر يعني على مستوى تسجيل أهداف الأهلي أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 13 هدف سيمبا بيجي بعده في المركز الثاني برصيد 9 أهداف ثم يونج أفريكنز في المركز الثالث برصيد أيضاً 9 أهداف نحن نتكلم على هنا الخوة الهجومية الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف طيب الفريق الأقل الاستقبالاً للأهداف هنا على مستوى القدرات الدفاعية برضو هو النادي الأهلي الأهلي على مدار البطولة كلها ما استقبلش غير هدف وحيد هدف واحد استقبلش باك النادي الأهلي في البطولة من البداية للنهاية بيجي وراء أتلاتكو بيترو أتلاتكو الأنجولي برصيد هدفين استقبلتهم شباكو ثم أسك ميموزا برصيد هدفين أيضاً استقبلتهم شباكو مع العلم طبعاً أنه عدد المباريات اللي خضها الأهلي أكتر بكتير جداً من بيترو أتلاتكو وأكتر من أسك ميموزا اللي ودعوا البطولة من الأدوار الإقصائية فعلاً لكن ما لعبوش قبل نهائي ولا لعبوا مبارات نهائية فالأهلي لعب أورادي حوالي أربع مباريات زيادة طيب أجي معاكم للفرص المؤكدة الأكثر قدرة على صناعة الفرص المؤكدة في البطولة برضو الأهلي في الصدارة برضو الأهلي جاي في الصدارة برصيد خمسة وعشرين فرصة محققة أو فرصة مؤكدة بيلي الترجي التونسي برصيد واحد وعشرين فرصة ثم ماملدي سانداونز برصيد تسعتاشر فرصة وبرضو مرة تانية أو مرة تالتة الأهلي في الصدارة نروح بعد كده للقايمة اللي بعدها طبعاً دي الفرص المهدرة قايمة الفرص المهدرة أيضاً الأهلي في الصدارة برصيد ستتاشر نقطة معناها إيه؟ معناها أنه في قدرة على تشكيل خطورة في قدرة وفي تنظيم هجومي على أعلى مستوى لكن يمكن الجزء السلبي فيها هي فكرة اهدار الفرص هنا استغلال الفرص دي كان يزود من حصلة النادي الأهلي ومن فعاليته وقدراته لكن رقم يحسب لمارس الكولر قدرته على أنه يوصل بفريقه لأنه يكون في المنطقة دي على المستوى الهجومي فالأهلي في الصدارة برضو بالرصيد ستاشر نقطة ماملدي سانداونز برضو ستاشر فرصة ثم بيرامدز ستاشر فرصة الكور اللي جات في العرضة الكور اللي يعني لم تسجل ولكنها كانت أعتقد أنه كورة الأكثر خطورة اللي بترتدم العرضة ومنها كورة مثلا حمد مجدي أفشا في مباراة الفاينل أمام الترجي الأهلي صاحب أعلى رصيد برضو من الكورات اللي ارتطمت بالقائمين أو العرضة خمس كورات ثم ماملدي سانداونز خمس كورات ثم الترجي التونسي أربع كورات كل الأرقام دي طبعا كلين شيت صبعا هو الأهلي أعلى نسبة شباك نظيفة الأهلي في المركز الأول 11 مباراة من المباراة اللي خضها بتتكلم على 2 دور تمهيد بتتكلم على 6 مجموعات بتتكلم على 8 يعني بتتكلم على حوالي 16 مباراة لما تطلع منهم بـ 11 كلين شيت هنا بتتكلم طبعا على رقم قياسي بيحمله النادي الأهلي ثم الترجي التونسي 10 مباراة كلين شيت الشباك نظيفة ثم ماملدي سانداونز 7 مباراة كلين شيت دي أرقام النادي الأهلي اللي تخليك تبص على قدرات النادي الأهلي اللي مش بس مرتبطة بفكرة تتويج أو أنه تتويج جي بعد معانالة جي بعد سيطرة كاملة وشاملة على البطولة ترجمة نانسي قنقر